السلام عليكم اعزائي الطالب. نواصل حل مضوع 2008 للشابة اللغات. ندرنا الثامنين الثاني والثالث. نزلنا الثامنين الاول. الثامنين الاول متعلق بالقسمة الاقليدية. المعطاية التعة ثامنين طاك عددان. ا يسوي الفاربعمائية ثمانية وعشرين. والب سوي الفين وستة. سؤال اول قل لك عين باقي قسمة الاقليدية للعدد ا على التسعة. العدد اها طهولة. الفاربعمائية ثمانية وشرين. نقسمه على التسعة. نقسم على التسعة. بالالة حسيبة تضطيك مية ثمانية وخمسين فاصل سبعة وستين. هنا نكتبوه حاصل قسمة بدون فاصلة. حاصل قسمة بدون فاصلة. ما نتعني نكتب مية ثمانية وخمسين. وكباش نصيب الباقي وش ندير? ندير الف وربعمائية ثمانية وعشرين ناقص تسعة في مية ثمانية وخمسين. الف واربعمائية عشرين ناقص دير بين قوسين تسعة في مية تمانية خمسين احتفظ الباقي ستة. كيف نكتب؟ نكتب المساوات الف وربعة مية تمانية وعشرين تساوي المساوات هذه الأفقية تساوي تسعة مضربة في حاصل قسمة مية تمانية خمسين زائد الباقي اللي هو ستة. هذي كتابة لهذه كيف كيف. مية تمانية خمسين هي حاصل قسمة. والستة هي الباقي اللي نحوص عليه. اي وش نقدر نكتبها على شكل موافقة. هذه مساوات وفقية. نحولها الى موافقة. هذا الف وربعة مية تمانية وعشرين نمثل اللي قسمنا عليه هو. نكتب ا يوافق الباقي شحال ستة. نكتبه الباقي وليس حاصل حاصل ما نتحقهش. حاصل شحال الباقي ستة. ترديد اللي عليه هو تسعة. باقي قسمة ا على تسعة. اللي قسمنا عليه تسعة تسعة. تكتب هنا ترديد تاعك تسعة. اذا باقي وشنا هو نجاوب على حساب السؤال. باقي قسمة ا على تسعة هو ستة. هذا العملية الاولى. العملية الثانية قال لك اثبت ان بي يوافق ناقص واحد بترديد تسعة. صح. البي شكون هو نوضح السؤال. قبل نكتب البي اللي هي الفين وستة. لنعوضها وش توليلي. توليلي معنا انت يعني انchinحوز نبين وللي twelve وستة. يوافق ناقص واحد بترديد سعة. هنا علامة السيسه. ما نPS طريقة الاولى التلمية اللي هنفكر فيها واشي راح يدير يقسم الفين ستاة على التاة يشوف الباقي تاحا وانبعد اذا كان هو هو ماشي هو يضيف ولا يناقص في الترديد الفين ستاة نقسمه على التاة تطينا اه ميتين واثنين وعشرين فاصل تسعة وثمانين هنندغل عدد الطبيعي نكتب ميتين واثنين وعشرين الحسوص على الباقي الفين ستاة ناقص الناقص بين قاوسين تسعة واثنين وعشرين ولا احسب تسعة في الفين ومتماتين واثنين واثنين وعشرين نحطها اهنا ونقصها الفين ستاة لديك اهذا الطرق المهم الباقي تساوimmt 8 نجي نكتب المساواة 5 محتى 2000 يساوي تسعة في ميتين واثنين وعشرين زائل الباقي اللي هو 8 هذه المساواة هذه الكتابة westernicablements خاولها الى خاولها الى موافقة اي يوافق ماذا 2006 اللي هي اجتمثلي يوافق ماذا الباقش حال ثمانية بالترديد اللي قسمنا عليه اللي قسمنا عليه هو تسعة نكتب بيوافق ترديد تسعة سوى قليب بيني بلي نقص واحد ونلقيت ثمانية هذا ثمانية موجب والنقص واحد سالب لازمني عملية اخرى باش نصيب نقص واحد الفكرة شنو هي ترشوف الترديد انه سالب سمهناه النقص ثمانية نقص للترديد عندي الحق النقص ترديد ونزيد الترديد كما نحب البي منزل والو هي المفرض لو كان زيما نضيف عدد منه لازم نضيف الطرف هذا عدد بصدر حنضيف الترديد كنضيف الترديد نضيف غير الباقي معندها وش نكتب وعليه بي يوافق ماذا بما انه نقص سالب سمهن نقص وجديها ثمانية نقص لها الثمانية اللي عندي نقص لترديد تسعة بترديد تسعة ايلا وشتاطعك بي يوافق ماذا ثمانية نقص سعه هي ناقص واحد بترديد تسعة نفسها وهو المطلوب وهو المطلوب هنا تحب تستعمل هذه الكتابة ولا يمكن استعمال خاصية تعدى لما تكورها في الدرس طريقة ثانية وشتطر هذا النقص واحد جيبها مننا واشتري لك نقص واحد جيبها مننا تحولها طرف هذا كشغل معادلة واشتري لك الفين وستة زائد واحد الفين وستة زائد واحد الفين وسبعة النقص واحد يعطي تحولها مننا سبعة نقسمها على تسعة. إذا اصل الباقي صفر معنتها يعني برهنت وشوي يحوزه. نقسم الفين وسبعة على تسعة. احط صيبها بالالة سيبة الفين وثلاثة عشرين. اه ملاحظة ما كاش فاصيلة. كي ما كاش فاصيلة معنتها الباقي صفر بلا ما ترى تحسب. بما ان الباقي زارو. وش معنتها? الفين وسبعة ماذا يساوي? تسعة في الفين وثلاثة وعشرين زائد صفر. الباقي معكاش. والحاصل هو متين وثلاثة وعشرين بدون فاصلات الطبيعي. اي نحولها شكل موافقة بشكل تاني. الفين وسبعة يوافق ماذا? صفر. بترديد تسعة. هنا نصبنا صفر. معتني ستة هذه وهذه هي نفسها هذه. ها وهو المطلوب. هنا طريقة ثانية متكورة ثانية في خاصية في الدرس. رح سؤال جيم هل او بي متوافقان بترديد تسعة? نشوفوا باقي قسمة اعلى تسعة. لصبنا سؤال له اي حصلنا? ستة. وباقي قسمة بي على تسعة. صبنا عني ثمانية وعندي ناقص واحد. ندل موجب. ثمانية. خطر شعلاش هنا الباقي لازم يكون كينا قاعدة تقول لك الباقي لازم الباقي لباقي القسمة الاقلادية لعادة على ترديد تديه موجب ويكون اقل من الترديد ثمانية او موجب واقل من التعار فهو باقي القسمة لكي باقي واحد اللي نحوصه علي احنا. هنا ستة وهنا ثمانية. باش نعطو بي متوافقان لازم يكون لهم نفس نفس الباقي. هنا ستة تختلف على ثمانية. معانتها وش معانتها? بما انها وش تكتب هنا? بما ان او بي ليس متوافقان. ليس ليس لهم نفس الترديد. ليس لهم نفس الباقي استفالله. ليس لهم نفس الباقي. وبالتالي شنين النتيجة? النتيجة او بي غير متوافقان بالترديد تسعة. علاش قناة الباقي ليس لهم نفس الباقي. اذا لهم نفس الباقي متوافقان. ليس لهم نفس الباقي غير متوافقان. السؤال اثنين الاف. قال لك عين باقي قسمة ا زائد ب مربع على تسعة. هنا عندك شوف ا عندك جمع ب مربع من مربع معانتها الب مضربة في نفسها. كنت لم يتسهموا باللي ا زائد ب الكل مربع خارج القوس. ان المربع يتعلق بالب. هكذا. هنو شنين تعيين الباقي. روح نجيب الباقي تا ا. شحال. ستة بترديد تسعة. والب شحال باقي تاها. نقول عندي زوج واحد تصبناها بثمانية. نقصنا لو ترديد تصبناها ناقص واحد. ثم البي عندها زوج ترديدة. اه عندها زوج باقي ثمانية و ناقص واحد. نقوم شوفو لغرين نستعملوها. هنو شنكتب ا زائد ب مربع. وشنكتبو? نجيبو. نجيب الباقي تا ا. شحال. ستة. زائد. عندك وشن جيبو كان البي مربع تجيب ثمانية ونقص واحد. عندك مربع ذو كان نقص واحد بعد ناقص روح. سما ورد يساعدني تساعدني اللي فيه الواحد. يكون واحد يكون ناقص واحد. نادي ناقص واحد. وندي لنا مربع. هكذا. ال ا يوافق ستة. ال ب يوافق ناقص واحد. تقول لي لو كان ندي ثمانية. ثمانية صحيحة. تخرج لك نفس نتيجة. بس صح هتزيد طويل الحساب. بس صح هذي اسرع. علاش ناقص واحد مربع. وشنه هي? هي واحد. لان الاس زوجي. ستة زيد لها واحد. هتزيد لها سبعة. مع انتها ا زائد ب مربع. ماذا يوافق? يوافق سبعة بترديد تساعد. هذي كي ندل ب. آآ ندي الباقي ناقص واحد. لو كان ندي ثمانية وش تصرح هنا؟. لو كان ندي ثمانية. نكتب ستة زائد ثمانية مربع. ثمانية مربع تغطيك اه ربعة وستين. زيد لها ستة. تغطيك سبعين. سمهناها. وش يساوي؟ سبعين. وحنا نقول لنا الباقي لديه يكون قلب موجب وقلب من ترديب. معدل سبعين. يتقسمها على تسعة. وتوشح الباقي تاحها. وبس صح تصبح سبعة. تصبح نتيجة. نفس نتيجة. بس صح تزيد عملية اخرى. اذا الباقي وشن هو؟ سبعة. وكائن ثاني تلاميل يش يقدر يدير. يروح يجيب ال آآ. هاو عنده. ال آآ. وش يجيب ال ب ثاني يربعه. هذا الف نستة. يدلها مربع. سمه عدد زي ولي كبير. يقسمه على تسعة. يجيب الباقي تاعه. ويزيد له يجيب الباقي تاعه. هذا يجمعهم. تعطيك سبعة. هذا الثاني حساب وضعه. بالصح. نستخدمه الباقي. الباقي هذو نستخدمه هم. وندل الاعداد للتعدناط. ستة ونقص واحد. السؤال الاخير. استنتاج باقي قسمة آ زائد ب مربع على ثلاثة. صح. نقل لك استنتاج. شوف نين آلف. مع انت هذا السؤال. عنده علاقة مع السؤال. تلاحظ هنا نفس العدد. آ زائد ب مربع. هذه قسمناها على تسعة. جبنا الباقي تاحها. وهذه يحوث استنتاج الباقي تاحها ثلاثة. نجيب نتيجة هذا يا. آ زائد ب مربع. القيناة ماذا يوافق. سبعة بترديد تسعة. صح. الفكرة انا هو شو تجيب. تجيب الباقي هذا يا. سبعة. اقسمها على ثلاثة. اللي هو يحوث عليها. اقسمها على ترديد ثلاثة. عربنا نبلي سبعة تقسيم ثلاثة تقسيم اثنين. اثنين فاصل. نكتب اثنين. اثنين في ثلاثة. سبعة نقص تقسيم واحد. مع انتها السبعة وشو ساوي. اثنان في ثلاثة. زائد واحد. نكتبها شكل موافقة. اللي هي سبعة ماذا يوافق واحد بالترديد ثلاثة. وش الدير? ما حصلنا الباقي? واحد. اكتب اذا مش تقول ا زائد ب مربع. ماذا يوافق? يوافق واحد بالترديد ثلاثة. وشنو هي الفكرة? الفكرة هي تقسيم واحدة. هل ستخموها؟ نجيب الباقي اثنين مربع خانين انه يطبق من سبعة. نجيب هذا سبعة. نقسمها على ثلاثة ترديد ثلاثة. ونشوف الباقي اثنين. والباقي هو الباقي اثنين. على ثلاثة عن طريق الاستنتاج كانوا ترحوا يحسب. ارح يقسمها على ثلاثة من باقي اثنين. ويجمع ا و بي ترحكي نفس النتجة من نفس النتجة. تقسيم لك استنتج ما عنده علاقة مع هذا نجيب نتيجتها السبعة نقسمها ثلاثة نشوف حال باقي بتاحها ونحطه ا زائد مربع يوافق نتيجتها الباقي بترديد ثلاثة طريقة ثانية ما يشحب نخلق الطرق سنستعملها في تمرين اخر ان شاء الله ونصلنا لنهاية الفيديو ونكملوا في موضوع ثاني بالتوفيق للجامعة